رافقني اليوم أمينة عيشوني أخصائية استشارات أسرية عفوا أقول صباحك سعيد أستاذة أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بكل مشاهدين إذن أستاذة كما تحدثنا في الكوانينس الأطفال الصغار يعني من سنة إلى سنتين ثلاث سنوات ما يعرفوش يعبرو ما يعرفوش يهدرو ما يعرفوش يهدرو يعبرو الأحاسيس والمشاعر تحهم وأيضا عن المتطلبات والأحتياجات تحهم وأنه هذا يلجأون إلى بعض السلوكيات باش يعبرو مع والدهم والدهم ما يفهمون للعذرة للسلوكيات ولذلك يكون تصرف يعني هذا أحيانا يكون تصرف على الوالدين بدل ما يكون إصلاحي يكون موظير أكثر للطفل يعني إحنا عنا الطفل من سنة إلى ثلاث سنوات والطفل بدون تعبير بدون ميزان ما عندوش ميزان يعرف صواب الخطأ هو الطفل مستكشف يعني اتجالها الدنيا ويشوف كل شي جديد قدامه يحب يكتشف كل شي حب يعرف كل شي يحب أي حاجة يلقاها قدامه ويحب توشيها من ست شهر يبدأ الطفل أي حاجة يلقاها يتوشيها ويجربها ويدوقها وما إلى ذلك وتأثيره في الأمور الخارجية يعني يشوف تأثيره في الأمور يعني كما قلنا ما يفاتت يكسر يفرغ يدير كل شي هنا ردود الأفعال تعالوالدين الطفل عليش يدير هكذا عندنا عدة أسباب من بين أهم الأسباب أنه يقلد الطفل يقلد يشوف الأم مثلا تفرغ الماء يتخذف شغلها ولا تفرغ الماء وذلك تدفق الماء هذا يثير عنده الفضول فبالتالي أين يلقى؟ ما يروح يفرغه يروح يشوف تأثيره مثلا يشوف مثلا أم ترمي حاجة كتحتها في بلاسة ولا وما بيش بيكل حاجة ممكن ترميها مثلا مخدة ولا ما بيش بيكل حاجة ممكن تترمى حاجة اخطها هذا ما بيش ممكن تترمى صحيح فأي حاجة تجي فيده يروح يلوحها يروح يرميها بالنسبة له هذا التصرف عادي اخداه يطبقه لأنه يحاول يأثر في الأشياء مثلا الطفل هذا إذا الأهل غذبوا منه يتضربوه إذن هو لما يشعر بالانزعاج أول حاجة يدرها رح يضرب لأنه خداهت السلوك بالوالدة فهنا كل تصرفاته عبارة عن تقليد إذا شاف الأهل يغذبوا منه يصرخون فهو يصرخ يعني هو قعد تقليد نحن كأهل نرمو الحاجة ما نعرفوش بالي الطفل ما نتولهوش بالي كي الطفل يمتص كل حاجة عقله كالإسفنجة كالإسفنجة يمتص أي حاجة نحن نشوفه فهو فحناك ينلوحوا أي حاجة من فيقوش شرحناك يتصرف طبيعي بديه هيتخذف شغلات نفض الفراش هيتشف مخدات عربيها عادي لكن الطفل لو شاف لك الجاس وإي حاجة تجاه قدام ويرح يلوحها ديك أو كيلوح لك أي حاجة يكسرها لك المفروض تعلميه تكلمي معه حناك كأهل يقولوا بلي الطفل مدام بيعرفش يهدر بيعرفش يفهم لا الطفل حتى مدام شاف وقلت حبيقوا له فهم بلي لك حاجة تتلاح بلي ممكن تلوحي حاجة مدام كي تجوع يحوس على الماك لو لا يحوس يشرب الماء سفديغاو عدو كما يقولوا عدو فهم عدو وعي صحيح لكن هل الطفل أيضا سيداعي شونه بلك يكون جيعا بلك يكون عيام لا ما زال هنا يقول الحالة الأولى الحالة الأولى نروحوا لحالة تقليل كما نشوف في هذه الصور هذه تجارب هذه الأطفال تجارب أطفال يؤثرون في الأشياء فهم نشوفوا نحن هنا مثلا هناك فعلا نقول نحن كان أب ولا نفت زيرت نشوف هكا نفت زير نفت زير أصاله غالي لكن يشوفوا التصرف كما هكذا هو الطفل عادي يكتشفت برطبة فنان هذي الفنان نقولوني قبلها أني الجداريات شوفة عندي بنتي عند هذو كان نصناشص عني رصامة ما شاء الله تقول لي نشفاكي كنت مازال محافظة لمع الخرباشات هذو تعامل وعامو وكامل تقول لي نشفاكي هذيكالي جريبا ستاعوج هكي تقول لي آه ما شاء الله وروح البيبها تشوف واشتارت ما شاء الله روعة تقول يدوكك يشوفهم يقول اه ورأي ما شاء الله هذه ورأي روعة هذه بالصح دارت لها تحفيز وكبرت عندها أمور يعني كبرت تقرأ علوم ولا تقرأ أي مادة واش تشوف سوراني تشوفها تحطها طبق الأصل بلا ما تنقل بلا وانو طبق طورت عندها ملاكات مواهب الطفل كي يبني يدير هكذا هو يكتشف قدراته حنا كأهل مفروضية اما ننميوها اما نحطموها واحدة من زوجية اما الفوتاي غالي على وليدية اما وليدي غالي على كل شي واحدة من تنين كي النوع الثاني من التصرفات هو التصرف الانتقامي كي ينطفل لأنه الأم ما تكونش لتيابي هي بشغلة بأمر أخرى بلك عنده أخ صغير بلك هيتخدم بلك لتيها عندها ضياف ولا حاجة ما هيش لتيابيه فهو هذيك الشعور بالنقص العاطفة ونقص الاهتمام فهو كأنه ينتقم من هذا الأفعال أي حاجة هي ترفضها يروح يطبقها المهم شو فيه فيها يعني من أجل لفت الانتباه من أجل لفت الانتباه من أجل لفت الانتباه داروا علماء النفس في البدايات فعلا بالنفس داروا تجربة على الفئران على بأنه من التفل الصغير يكون العقل دياله قريب من عقل الفئر لأنه الفئر ذاكي جدا حطوا فئران في ثلث أقفاص الفئران مجموعة الفئران حطوا في قفص الأول داروا لهم الأكل والشرب هذا باكان وخلوهم بعد مدة دارواهم في قفص تاني فتحوا لهم نافذة على فيلم عندهم رافعاء يدوسوا على الرافعاء يتفتح النافذة يشوفوا شوية عودوا تغلق النافذة ولو الفئران يدوسوا يعودوا يدوسوا يعودوا بش يزيدوا يشوفوا ولدت الحركة على الفئران أكثر من الأولى يحوسوا كيف يشوفوا ذاكي يفهم الحركة الثالثة المجموعة هذيك عودوا نقلوها القفص الثالث حطوا فيه أسلاك كهربائية وحطوا الفئران منين ذاك يمدونهم تيار خفيف مش موظر لكنه هو تيار وبعد عودوا نحاوهم وحطوا المجموعة هذيك نفسها اللي داروها في ثلاثة أقفاص حطوها قدام القفص الأول اللي فيه الأكل والشر والقفص الثاني راحوا مباشرة للقفص الثاني وبعد حطوناهم القفص الثاني وقفص الثالث اختاروا أيضا القفص الثاني وبعد حطوناهم القفص الأول والقفص الثالث اختاروا القفص الثالث اللي فيه الألم هنا يكيد جي نشوفوا الطفل كيكون صغر وقعنا بنا أنه الطفل كيكون صغر اللي لا تتينوش العاطفة وما تديروش الاهتمام وما احتضنتيش وما قعدتيش معاه مباشرة يدير شغل بشي يندرب وتعيطيها له المهم خزري فيه المهم شوفيه فحتى لو كان اهتمامك مسحوب ببعض من الالم فهو يستجنب انتباهك ما يهمش الطريقة المهم لأم تنتبه له ولا الأب ولا المحيطين به نحن عارفوا يعني الأولويات تعل الأمة الجزائرية هي شغلها الزيف لازم نحيطك ونمتلين لعشان الفطر شوفي أهم حاجة مش رمعتانا لو كان يجيك شوحد رد صبح ربي وانو نخدم شغل يكيش واحد مباشرة من بعد موراها دوكي جي اه دوكي جي شكولي دوكي جي شكولي دوكي جيو ناس مالي ندريت عشي ويفطره دوكي جو كداز ونوجد كدان ونوجد كدان دير كدان بسهل عشيك شو يجي ديفر ونوجد لكش حاجة القهوة يجي كدان بسهل عشي كدان اخر اهتمام توطف توطف صحيح عندي واحد الأم عندها مليتره تصبح حتى للظهر تقعد مع وليدها تديه معها الكوزينة طيب حاجة خفيفة بش توكله وعي معها توكل فيه تلعماها تقشر فقدرة معها وقعدة ما بتروح تعود تولي معها عندها نضغوا ونتلعماها هي قعدة تلعماها وتكلم معها وقتاش تبداش ولها كي وليدها يرح يدقى لولا يقتلها حذر وشتبعا ما تم يخموش بهذه الطريقة وش قلتلي قلتلي لم أشعر بهذه العاطفة في صغاري ملقيتش كوني مدلي هذه العاطفة قلتلي كبرت ونحلم الأهل تاقيقوا دباعي قلتلي إبا دون علم إبا أنا أطبق على وليدي وش تحربت من نوفي صغاري يعني بش تشوفي هذي من جهة من جهة أخرى كين أمر آخر من التصرف الانتقامي كين تصرف آخر هو الثأر الطفل الذي يشعره بالذلو الإهانة مالغي في سن ما بيز ست شهور تلت سنين دايماً يشتم دايماً يعيّر دايماً انت قبيح انت مافيا انت داير انت عامل انت كتاب انت بومدين حتى نحن نعيّره بلاطافة يعني الشتيمة اللاطيفة هي تبقى شتيمة يعني بغينا بلكرة هنا فالطفل هنا في هاد المرحلة هذي وش يبني دير نوع من الثأر يعني تم أهنتوني عيرتوني لا إرادياً ولا شعوري هو ما وش يفكر يا دراسات داروها على الأطفال ما ويفكر أو يعبر على أمور فهو نوع من الثأر على يلي تم أهنتوني سأهينكم بطريقتي فهمت كيفاش؟ هي شوفي الردد الأفعال تعال الأطفال يعني الوقت قعدتنا يعني خمس دقائق على مآدن قبل ما يخلصنا الوقت أستاذة حبيت نسقسيك سؤال إحنا يا كي يكون الطفل يبكي ولا يتخبط كما يقولوا إحنا يتخبط في الدار وما إلى ذلك يقول لك ما تروحيش لها ويفيس هل الطفل أقل ثلاث سنوات ويفيس ولا يقدر يمثل؟ شوفي هو الطفل هذا إذا كانت الأم قلب من ست شهر غير يبكي يدير وقت راح تجري ترفضه أوتوماتيك وحي يقعد يبكي طرحياته لأنه ما زال ما يعرفش احتياجاته التعبير عليها الطفل هي قد نهاب مرايفة كورتيزون هيرمون الكورتيزون هو هيرمون التوتر يؤثر سلبينة على الجسم لكن إن عدابه أيضا يؤثر سلبينة على الجسم لأنه يساعد في عملية الأيض كيكون بنسب قليلة يساعد في نمو الجسم كيكون بنسب قليلة يعني الطفل كي يبكي خليه على الأقل دقيقة أو اثنين خليه يبكي يلحق الحرقة تالبك وبعد راح يوكله وبعد راح يبدلينه وبعد عطينه شويحة كي يكون أقل من ست شهر فوق ست شهر إذا كانت ترضبة تربية سليمة أقل من ست شهر فوق ست شهر كي يبدأ يبكي بهذه الطريقة تقدير تقول له ما فهمت بس تشديها كاحتاظنيه أحكي بيا حتاظنيه وخليه كي يرتاح التوتر عند الطفل لدرجة لأن نوبة هذه نوبة الغضب عند الطفل ما ديباسيش عشرين ثانية لكن حنايا بشنا من واحد لعشرين ثانية نتقلقون ديروا العجب ألا قل حتاظنيه وعشرين ثانية يكون خدا طريحها صحيحة خدا العجب الله بستعان طريحها ونسبر بعيره كلش لكن لو كانت تحتاظنيه وقعد يمع وشك حب وشك حب وليدي هادي ولا هادي وش ندير لك وبالحديث عن ردود الفعل احنا وجدنا صور أخراحة بدلا وغرفة التحاكم تقدمها نقبل ما نختمه النقاش فيما يخص الحلول تعل أطفال هادو من الفنانين الصغار نقوم بتجارب معه نعطيه له المكان تحت تجربة ديري خصي مكان مثل أمور تحت طبخ في المطبخ فوق الطابلة تحب في أمور تعلمه والسوائل راح يديه للدوش و لا نشوف تجارب أيضا تجارب أطفال احنا المشكل انه ما ندرسوش هاد الامور كالأم تقدر تدرس لغاسات وتفرج على لغاسات في يوتيوب و في كل حاجة تدرح تتعلم كل حاجة لكن كتولي الطفل بالتعلم والم خاصة كنت شفت يعني مختصة في تربية الأطفال أيضا على موقع التواصل الاجتماعي كانت قدمت عديد نصائح وهي أجنابية قالت انه مشاركة الطفل في الطبخ يعني نقطة مهمة جدا نحي تعلم الحساب يعني كن حسبوها دوقن الضيضات راح يتعلم يعني الحواس تاور راح تطور يفرق بين الزيت يعني المادة اللازجة تاعة البيض أيضا الفارينة حي تعلم تأثير سوائل على المواد الجفة شو اللي ببساطة مشاركة الطفل في كل أمور الحياة ستثري لغته ستقوي ذكاؤه ستقوي ذاكرته حواسه حتى النمو البديهة والتركيز حلقوا أطفال يدخلوا ابتدائي يقول لك أنا ولدي ما عندوش تركيز أنا ولدي ما عندوش يعني ما يقدرش ما عندوش ذكاء ما عندوش لك تلتيهولو ما يفهمش أنا ولدي ما يفهمش صحيح كي اشتفل غابي كي يطفل قتل ذكاء شكرا لك على هذه يعني العبارة نختم هذا النقاش نعتدر يعني نظرا لضيق الوقت يا تك صحة لي جتنا اليوم وشفاء العاجل أيضا للبنت اللي نحيوها يا تك صحة سيدا عيشونين التزام رغم الظروف يعني الله المستعى حمده الله إن شاء الله بيقدرنا دائما إن شاء الله ربي وفقك إن شاء الله ربي وفقك إن شاء الله